بسم الله الرحمن الرحيم. احنا كده تكلمنا مع بعض عن الرسالة بتاع تجديب اذن الله. لما تخلصها. ايه اللي انت مستني ان شاء الله قدام. عشان تبقى متخيل للي عايز يشتغل مسلا بص الدكتور اللي عايز يشتغل مسلا بعد كدوة في التدريس اللي عايز يشتغل في شركات اللي عايز يشتغل ان شاء الله بغاية اما يكمل يبقى خبير في مكان معين. تبقى متخيل انت دايما بتقابل تحديات قدام منك. دايما في حاجة عايز تطورها. دايما في حاجة افضل عايز تعملها. ومش شرط الظروف تكون مثالية دايما. يعني انت في حاول تتصرف دايما مع المتاح او مع الموجود. عشان تقدر ايه تحل مشكلات وتقدر تحسن الموجود قدامانك وتطوره يعني. في حدود الامكانات طبعا الموجود. اه دلوقتي نبتدير يتكلم مع بعض بقى على بعض المشكلات اللي بتقابل الزمرة اللي بتخليه مش قادر ينجز جوه الرسالة. خلاص ان شاء الله في المستقبل تشتغل بعد كده كبحث مستقل. فمنك تاخد بالك انه في بعض المشكلات بقى بتقابلك نحاول نحلمها بعد واحدة واحدة بازن الله. الجزء الرقم ثلاثة ده هنخصصه لحتة انك تحدد هدف الرسالة. اه في بعض الزمرة مسلا بيكون سجل مسلا على منحة معينة. وبعدين اتقابل خلاص وبعدين يتوزع على معامل معين. او اتقابل مع مشرف معين. او حتى اختار موضوع معين في هو بيقدم في المنحة وبعدين يروح بقى للدكتور اكتشف ان الدنيا مختلفة شوية عن اللي قدام منه ده. لقى ان في امكانيات مختلفة. لقى الدكتور مش فاضي. لقى كزا حاجة. المهم انه في الاخر مسجل وموجود بالفعل في معامل ومش عارف يتصرف ازاي. المشرف يضغط عليه وسايبه الواحد وكده هو مفيش تدريب كافي. مش عارف يشتغل ازاي او كده. في زملة تانيين بيبقى لسه من باتري مش لايه افكار. لسه عايزي لايه افكار جديدة. آآ عايز يكتب لسه حاجة زي كده. انه كان فيه نوعات في القناة دي في كزا سلسلة بنحاول نتكلم فيه عن الافكار الجديدة والكلام اللي زي كده اول. انا نوعات بنركز مع واحد بالفعل يدخل جوا معمل وخلاص. عنده مسلا منحة معينة او هو خلاص بالفعل يسجل او مسلا واحد لسه مسجلش حتى بس مفيش قدامه غير المعمل ده. خلاص هو مسلا انت كاترة بيوزعه بحيث ان انت خلاص انت موجود في المكان ده. او مسلا حد مسلا مزومنا ساكن في محافظة معينة ومقدارش يروح يسجل في محافظة تانية او يشتغل في محافظة تانية. فما فيش قدامه غير الامكانات في المحافظة دي. بس. فانت قدامك مكان معين وهو ده اللي لازم تطلع منه شغل. دي 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 الفكرة نحاول نتكلم فيها ان شاء الله في الجزء ده هو. نحاول نتكلم مع المشكلة التحديد هذا في الرسالة انت زي ما قلتلك موجود في المعمل والمشرف صعيبك ويلا تصرف مع نفسك انت بقى طلع علينا الشغل طلع علينا ابحاث اه عشان تتخرج مش هخرجك غير ما تنشر مسلا البحث او اتنين وكده حاجات زي كده يعني او خلاص رسالة بتاعتك. فاحنا كنا اتكلمنا انه نفس المشكلة ممكن تقابلك قدام حتى فيما بعد. ان انت مسلا البوس دكتور ممكن يدخل معمل جديد حتى ويلاقي نفسه عايز يتصرف عايز يطلع شغل جديد ومفيش امكانيات في امكانيات نقصة ومش عارف يشتغل ازاي. طبعا بص دكتور او دلوتي خلاص هم مسعبين وبقى خلاص انت تتصرف مع نفسك. اه ممكن لو انت دخلت اصلا ببقى شركات كتابة خاص برضو ارن دي دي برضو تلاقي فيها نفس المشكلة. الشركة عندها امكانيات معينة. وهم عينوك على خبرة معينة. وقالين بولا لك اتصرف. احنا او جاتلهم مسلا منحة حكومية او فلوس نازلة مسلا من كول معينة. وعايزين يطوروا شغل معين. هم بيتصرفوا الشركات ساعات بيقدامهم كده. بيقدامهم كزا كل كل عميل منهم عنده مشكلة معينة في الصناعة. ويقول لك اتصرف. احنا عايزين نحل مشكلة معينة في الصناعة. زي ما قلت لك حتى دكاترة الجامعة بيعندهم نفس الفكر. عنده ابحاثه وعنده شغله. وعنده اشرافات كتير. فهو كمان محتاج افكار جديدة. او كمان لو كرر نفسه كل شوية. المجلات مش هتقبل الشغل الجديد لانه بقى متعايد. وبقى نفس الشغل وشغل ادم وكده. فلازم يبدع باستمرار. فلازم يستخدم امكانيات المكان اللي عنده عشان يطور حاجات جديدة. نفس الفكرة ده مطلق حتى على مستوى الاستشاري. ممكن يكون قاعدة في محافظة او في مدينة او على المستوى حتى الدولة كلها. فيه امكانيات معينة وعايزين يطوروا بقى الدولة كلها للافضل. المحافظة كلها للافضل. المدينة دي كلها للافضل. المركز ده كله للافضل. فازاي بقى كلمة يطوروا الافضل دي. ده ده سوى المهم اللي استشاري بيحبوا يفكر فيه. فسيما قلت لك دايما حياتك بتبقى اوار عن هدف عايز او عايز تطور حاجة عايز تعمل حاجة جديدة عايز تنجز انجاز جديد. وعندك دايما موارد معينة. عندك امكانيات في المعمل. عندك فلوس. عندك فاندين. عندك حاجات زي كده. وعندك تايم. وراك وقت معينة. خصوصا لو انت مسجل على منحة فانت ايه كل شهر بيعاد عليه وانت حاسبهم بالشهر. لو انت مسلا في الدكتور ثلاث سنين فانت حاسبهم ستة تارين شهر بتعدهم بالشهر كل ما شهر ايه خاصة مش ربق يكون مش في دماغه. لكن انت تبقى مركز جدا مع حاجة زي كده. نفس الفكرة في المجلسين لو انت مسلا عندك سنتين او سنة نصف تبقى بتعدهم دايما باستمرار. خلاصة اللي انصحك بيه ان احنا لما بنكون في الظروف زي كده ان انت تايه او مش عارف تشتغل ازاي. يعني احنا هنتكلم ان شاء الله بتفصيل بعد كده بس انا ايه عايز اجيب لك خلاصة الموضوع يعني. احنا بنحاول نشوف مجموعة بحسية تانية غير اللي انت بتشتغل معهم. الناس دول هم يبقوا القدوة والمثل الاعلى. الناس دي عندهم امكانيات قريبة منك. ونحاول نشوف هم بيعملوا ايه? وحاول اقلدهم. من غير ما تواصل معهم مباشرة. انا مجرد بس بققلدهم كأني تلميز وسطيهم. هم عندهم امكانيات قريبة من امكانيات اللي عندي في المعمل. بس هم شغالين وبينتجوا وانا المشرف تاعي سيبني. فانا بتخيل نفسي كأني وسطيهم. وحاول اقلد الشغل اللي هم بيعملوا بس عندي في المعمل. وطبعا اطور عليه. انا مش هقلده حامل بالزبط نسخة بلهم ما عاملينه. فكنا حاول اطور عليه طبعا. لكن على الاقل يبقى هم دول المدرسة العلمية بتاعتي اللي انا مفتقدها في المكان اللي انا فيه. لغاية تم حاول اعمل شغل قريب من الشغل اللي منشور قبل كده. يعني انت لو لو انت قريت عن اي موضوع انت شرفال فيه اي موضوع هتقرأ بيه بإذن الله هتلاقي فيه فيها جداول شبه كده هوت. هتلاقي مسلا جدول مسلا ده جدول من في مجال معالجة المياه. جايبين مواد معينة وجايبين المواد دي عند ظروف معينة بتشيل مدوسات. فمسلا يقول لك احنا شدنا الملوس الفلاني شدنا الملوس الفلاني شدنا الملوس الفلاني وهكذا عن طريق مادة كذا عن طريق مادة كذا وفيش هات زروف كده موجودة قدام منهم. كل دي جداول بتبقى زي احصائيات كده هو بتفيد يتفهمك الناس اللي قبل منك عملوا ايه? وايه الاياسات اللي هم قسوها? وايه النتائج اللي هم هققوها هو مسلا تشل قد ايه من المادة الملوسة دي? وهتطلق المرجع انا هوت. انا كل اللي يهمني ان انا اعمل بحث شبه الناس دي. علشان ان شاء الله كمان سنتين او تلاتة البحث اللي انا انشاره ده يحجز له صف انهوت في الريفيوهات الجديدة اللي نازلة. لانه كل وصلا سنتين تلاتة بينزي الريفيوهات تغطي الشغل القديم اللي اتعمل. كل سنتين تلاتة تيجي الريفيوهات تغطي الشغل القديم اللي اتعمل. فانا زي ما ده كان شغل قديم واللي كتب الريفيو ده غطاه كله في سورة جدول زي كده هوت وجاب لك خلاصة الجدول ده. انا كل هدفي بده ما انا قاعد محتار مع مشل مش عارف اتصرف ازاي ومفيش فكرة محدد. كل هدف ان انا احجز النفس صف في نهوت. كل هدف ان انا ان شاء الله في يوم الايام بقى الدراسة بتاعتي مكتوب جنبها اسم المرجع نهوت. وان انا بقى عامل نفس الاياسات دي. فالجدول ده بيبقى نقطة بداية كويسة جدا ليا ان انا منها اقدر رجيز فكرة باذن الله. اشوف كده ايه اللي علاقة بين المواد اللي موجودة هنا. ايه اللي هم عاملينه. ايه اللي انا ممكن تغيره جديد على الدراسات اللي موجودة نهوت دي. وصل لو اقالت بحسة حديث مسلا من نوع. ممكن احاول افكر ايه جديد اللي ممكن اطوره. وحاول اعمل بحس تقريبا شبه الكلام ده. زي ما احنا اتكلم باذن الله ان المجموعات البحثية بيبقى لها زي روتين كده بيش تغلوا فيه. يعني مثلا مجموعة شغالة مثلا في امريكا. معروفين في التخصص ده. ليهم كده قصة مع عينة بيشتغلوا بيها. دايما زي كده في الابحاث بتاعتهم بيشتغلوا بيها. في مجموعة تانية مثلا بره مش عارف ليهم مع عينة. فانت لما تفهم روتين الابحاث اللي منشور هده ان شاء الله تقلد روتين منه. كل ما يكون معك روتين بحسي كويس. كل ما هو ده ان شاء الله هيساعدك ان انت ايه بالامكانيات المتاحة قدام منك تحاول ايه? اه تنجز الامور اللي وراك يعني وان شاء الله تخلص بصلا عدة الابحاث اللي وراك او الرسالة اللي وراك حتى لو ما فيش نشر بس لازم تقدم رسالة او كده. تبقى ايه قدمت اللي وراك يعني. فحنتكلم ان شاء الله بخطوات زي ان انت اول حاجة هنتكلم ليه مش رفيع معك دهوت? لان ساعات في بعض الظهورة بيبقى عنده الحاجز ده عنده حيطة انه لو انا عايز حد يعلمني عايز حد يواجهني ليه كده. فحاول اكلمك شوية عن النقطة دي عشان بس ايه نطلع منها ونخرج من العقلية دي ونحاول بقى ايه نعدي العقبة دي وان شاء الله نخش على العقبة اللي وعلي منها بعد كده حاول اقول لك ازاي بنحاول نشوف الامكانات اللي عندنا في المعمل وزاي نحاول نعرف ازاي استفيد من الامكانيات دي. يعني في دائما سؤال مهم. انا قدامي جهاز كذا وجهاز كذا وجهاز كذا. الاجهزة دي ممكن تطلع ابحاث ايه? ايه اللي ممكن تطلعه? لانه ده عكس سؤال انا انا عايز افكر في افكار جديدة وخلاص انا عندي مجال معين مثلا زي معالجة الماء وانا عايز افكر فكر جديد. لأ انت هينهوت قدامك بالفعل اجهزة وانت مش عارف تشتغل في انهي مجال. لان انت لو قلت انا هشتغل في معالجة الماء تبا ممكن الاجهزة اللي قدام منك ما تنفعش. ممكن يكون في جهاز ينفع بس خربان باعث. مش هينفع نشتغل عليه. فانت هينهوت مضطر انك تشتغل في الفكرة على قد الامكانيات اللي قدامك. مش العكس. مش انت قاعدت بتتخيل مجالات معينة. ومستني بقى تشوف فين المعامل اللي فيها الامكانيات ده هيت. انت خلاص بالفعل جوه معمل معين وخلاص هيا دي الامكانيات اللي قدام منك. خلاص انا شفت الامكانيات دي. عرفت ان انا ممكن اشتغل بها مسلا في مجال كذا في مجال كذا في مجال كذا. عجبني المجال الفوليني ممكن اشتغل فيه. ازاي يبتد يدور على الأفكار المناسبة ازي يبتد يدور على جوة المجال ده يبقى فيه حاجات كتير جواه. يعني مثلا عجبني طريق مصلا معالجة المية. في مليون حاجة ممكن تعالجها بيها معالجة المية. عجبني tweet مثلا خالة الشمسية. في مليون حاجة جوا الخالة الشمسية. فنحاول بنبقى ايه اكثر تدقيقاً جوة المجالات الكبيرة عشان ميبقى اشتايا بعد كده ازاي اقرأ ابحاث مبدئية كده في الموضوع. انا عجبني مسلا النوع فلاني من خلال الشمسية. وحسنا اقدر اقلده بإذن انا في المعمل. ازاي دور على اهم الابحاث اللي ممكن تنفعني عشان اقلدها. زي ما قلت لك. مني روتين تقليد الابحاث. علشان اقلد الابحاث ده هيد. لما ادخل اقرأ ابحاث انا بشوف زرما لما مسلا خلاص مسك نقطة معينة وعايز اشتغل يقلد ابحاث. الاقيه بحيث برضو مش قادر يقرأ الابحاث بعمقة كفاية. فحنحاول برضو نتكلم مرة تانية ازاي نقرأ الابحاث بعمقة شوية. ازاي نطلع المعلومات المهمة اللي انا مستنيها. انا اقلت لك انا في الاخر عايز احجز للنفس يصف هنا هود. فانا عايز اهم حاجة ان انا اعمل اياسات شبه الاياسات اللي الناس دي عاملينها. لانه كل الناس دي عاملين نفس الاياسات دي تقريبا. ايسين مسلا بيتش وكذا وكذا وكذا. فانا عايز ايز زيهم ويستحسن كمان الاياسات دي اكتبها له في الابستراكت. عشان ليجي يكتب ريفيو ان شاء الله قدام في المستقبل يلاقي خلاصة النتاج دي موجودة قدام منه. فيحط لي سطر خلاص البحث بتاعي وسط الجدول ده اللي ان شاء الله يتنشر كمان سنتين او تلاتة. شبه الجدول ده اللي مشورة دراتي قدام مننا. فانا عايز افهم الاياسات المهمة اللي انا محتاجة. عايز افهم الاهم من الحاجات اللي انا محتاجة اطلع بيها. جوه البحث. ساعات تقابلنا مشكلة ان انت تيجي تقلل التجارب مسلا او تطور على تجارب جديدة تليها مش طالع معك. فمحتاج مهارة ان انت ازاي يقلل على نفس التجارب الغلط. ازاي يعني قابل عن التجارب بازن لا يعني التجارب غير الموفقة. عايز ابعد عنها كده. وعايز اقرب على النجاح اللي انا مستني اقف او اطور الدنيا بصورة عايز انجز في التجارب اللي انا بعملها دي. ففي بعض الطرق اللي بنحاول نشتغل فيها لما نعرى ابحاث قديمة. ايه اللي ممكن نفهمه منها? علشان ان شاء الله ما نيجي نعمل تجارب. نبعد عن المشاكل ونبعد عن التجارب غير موفقة بالكلام ده. فانحاول نتكلم اكتر جوه الابحاث القديمة ازاي افهم? ازاي اقرب على النجاح اللي ان شاء الله اللي انا مستنيه? ازاي اقرب على ايه المؤشرات? ايه اللي بتأثر بتاعتي. برضو احنا نتكلم في اذن الله عن التعديلات المقترحة. في بعض الزمله مسلا لقيه بيكلمني في حاجات وهمية. يعني يقول ان عايز اعمل تعديل مش عارف كزا. او عايز اعمل كزا. كلام ده كله مش منطقي مش واقعي. وفي زمله تانيين عشان في حاجة جديدة. فلمجرد ان هي جديدة ما تعملتش قبل كده فهو مختنع ان هي حاجة كويسة. فعايزين نفرق ما بين ان مجرد حاجة ما تعملتش قبل كده ده مش مش سبب كافي خليك توحف تشتغلها في المعمل. لانه في الاخر الابحاث بتعتمد على الامباكت كمان. مش اي حاجة جديدة لازم ممكن يكون لها تأثير على المجتمع العلمي. مجتمع العلمي عايز فكرة يكون لها اهمية ليها قيمة. مش بس حاجة ديها ما تعملتش. المجتمع العلمي في مليون حاجة ممكن تتعامل. المجتمع العلمي بيدور على الايه الحاجات اللي مش محتاجين نعملها واللي نعملو ليه يكون له قيمة يكون له اهمية. فلازم ناخد بالنا ان مش كل حاجة ما تعملتش نخش نعملها وخلاص كده يعني. بس ده اللي يهمني احنا ايه نتكلم عنه باذن الله. هنتكلم ان شاء الله عن الخطوات دي. دي الخطوات اللي بنحاول نمشي عليها. هتكلم عنها ان شاء الله واحدة بواحدة. بس كان يهمني ان انت ايه تبقى اخذ بالك من الفكرة. انا كياسر من المدرسة دهيت. لما يكون في ظروف زي كده وقدامي امكانيات معينة ومش عارف اتصرف ازاي المشرف سايبني ومديلي وقت معين ويقول لي مثلا تخليل ست شورة شوفك كتبتي لي مثلا اول مثلا درافت مثلا لبيبر. او قدامك مثلا ست شورة وتكتب لي مثلا درافت الريفيورت او حاجة زي كده هوت. انا من النوع اللي هيب باشتغل بمدرسة دايما ريبليكيت دين انو فيتي. يعني الاول قلت بس اللي قدام مني وطلع بحيث شبه للنسبة طلعها. بعد كده بفكر في الابداع. انا بس ايه? اطور حاجة صغيرة. حاجة بس بس. واقف على الاجلاية وطلع شغل. واكتب حاجة. وزي ما قلت لك في ضوء اللي المنشور قبل مني. بقلد الناس اللي قبل مني. ودور على مجموعة كويسة امشي زيهم. خطوهم كده وعلى هداهم زي ما هم عاملين اعمل زيهم. وطلع بس حاجة الاول. لان انا واقف محتور. بعد كده اونوفيت بقى. بعد كده بقى بقى فكر في الابداع بقى والفكر والابحاث العالية والمجل رجلية اصلا. انا نسا بقى دخول للمعمل. في الاغلب العام انا واقف على البنش مش عارف انا بعمل ايه. في اياسات كده بعمل انا اصلا ما ديش تصور اللي بيحسن. انا معرفش ان ايه بيبر اصلا. في الاغلب العام الزمل اللي بيقابلوا مشكلة زي كده في الرسائل زي ما قلت لك. اه في الاغلب العام مع عقلاتهم عقلات كورسات. انا بتعود اسمع كلام اذاكره واحفاظه وخش احط في الانتحان. لكن انا اول مرة افعل على المعمل ما فيش حد يمديني تجربة ويقول لي عملها لي. مش واقف مسلا بيمديني خطوات بنفسها زي ما هي. ده انا التجربة. انا اللي بدور وانا اللي بشوف انا اللي بجرب انا اللي بعمل حاجات جديدة. انا برسم كربات اول مرة حد يرسمها. تطلع معي نتاج اول مرة تطلع مع حد. انا مش عارف دي صحة ولا انا عامل حاجات غلط ولا ايه اللي بيحصل. فالجاو ده بيبقى الزميل او الزميلة اللي بيقوا في الواضع ده بيبقوا لسه مش مال ييده من اللي بيحصل ده طبيعي. فانا ده خلاصة الموضوع بإذن الله حنسجل ان شاء الله بإذن الله رب في تيوهات. اه تتكلم عن النقط دي بالتفصيل واحدة بواحدة. هي ممكن تطول شوية بس انا شايف ان دي اكتر مشكلة بتقبل الزميلة. يعني اكتر حاجة النقطة تعيه في الموضوع او هو كان شغال في طريقة معين وايه مثلا اللي اخدر له جهاز باز او فيه مشكلة فاندينج او حاجة. فعطل الدنيا وبعدين بقى مضطر النقطة يقفل شغله باي طريقة تانية. يطلع في النقطة قريبة من شغله. يتصرف المشرف ضغط عليه شوية عايز انه جبر كمان عايز انه حاجة دانية. فمعندوش مهارة ان هو ازاي اتصرف الامكانات المتاحة عشان اطلع بيبر وخلاص. هو مازال يعني مش عنده الحتة دي. فنحاول ان شاء الله نتكلم فيها. بعد كده ان شاء الله الجزء الرقم اربعة هنتكلم على ازاي يقل التجارب بناس قبل مني. يعني انا خلاص بقى دخلت المعمل حددت هدفي وحددت الشغل اللي عايز اعمله وفهمت الابحاث كويس وعندي رؤية الحمدلله كويسة. في اخطاء بتحصل مع تقليد التجارب ومع ابتكار تجارب جديدة. ان شاء الله نحاول نتكلم فيها بإذن الله بقى ايه في جزء الرقم اربعة نتكلم فيها مشاكل اثناء العملي بقى. وانت بتحضر بس النتاج مش طالع على حاجات زي كده. دي ان شاء الله نخليها ايه في جزء الرقم اربعة. لكن جزء الرقم تلاتة هنخليه اغلبه على التخطيط لقدام. انت كل ده لسه مش على البنش. او انت بتروح تقف على البنش كده شوية في المعمل بجربة وشوية حاجات مبدائية. بس يسته ايه على الخطوات العمل. ان هو اكتر حاجة بتعمل مشاكل معها. ان النظرين انت عشتغل نظرين انت مع الكمبيوتر بتشتغل عليه. نظريا يعني. ففي الاغلب العام انت تبع عارف طريقك او امكانياتك بتشتغل فيهم ازاي او الصفتوير اللي هتشتغل عليها حتى على الهل. لكن اللي بيشتغل على المعمل في الاغلب العام بيش عارفين خصوصا في المعامل الكبيرة. اللي بيبقى فيها كزا تطبيق جوه. دول في الحقيقة بيبقوا اكتر من معمل جوه اوضة واحدة. انه في زم اوضة الكبيرة اللي فيها اجهزة كتير دي مش هي القضية. القضية ان في معامل يعني معمل متخصص. يعني مكان مثلا احضر فيه خلايا شمسة بس. مكان احضر فيه مثلا الجرافين واللي كمدنون مترابس. دي كده في كلمة معمل او ده المقصود دايما يعني في الاغلب عام بكلمة معمل انه انه حتة متخصصة. مكان فيه مجموعة اجهزة متخصصة لشغل معين. لكن في بعض الجامعات بيبقى معامل ضخمة. بيبقى معامل مجمعة. اوضة كبيرة جدا فيها بنشات كتير واجه كتير. خصصا المعامل الجنرال دي. اللي هو كله ينفع في اي حاجة. طب بيبقى الزميل او زميل او زميل او يدخلين معامل زي كنا مش عارفين هم بيعملوا ايها مش عارفين يتصرفوا ازاي. عندهم اجهزة كتير تحت ايدي ومتيهين. مش عارفين يتصرفوا ازاي. دول اللي بنحاول نكلمهم ان شاء الله في ايه؟ بزززززة اتفقنا؟ بس نكمل بان شاء الله مع هذه الفيديوات اللي جايك. شكرا.